الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد أما بعد ففي هذه الليلة ليلة الأحد ليلة الرابع والعشرين الربيع الآخر لعام ستة واربعين واربعمل ألف الموافق ليلة السابع والعشرين من شهر العاشر لعام أربع وعشرين وألفين سجد هذه الكلمة في الرد على الدكتور علي يوسف سند أحمد غلوم والأخ عادل العازمي أبدأ بالدكتور علي غلوم الدكتور علي غلوم بعد ما وصفني بالصهينة وفقت الصهينة وغير ذلك من الإسراف في كلامه ورددت عليه سجل مقاطع جديدة وحاول كما يقال أن يراقع ما بدأ به وقال بأن الصهينة ليست معنها التكفير واخذ يذكر أنواع للصهينة طبعا هذا الكلام لو كان حقا فنطالب أولا ما الدليل على هذا التفصيل في الصهينة إلى درجة أنه قال قد تجد ملتحيا صهيوني يعني ملتحي لحية سنة صهيوني فهذا توجيه من تلقاء نفسك ولا أعلم أنت منتسب للعل لأن الشكلك ليس على سمت السنة يعني حالق اللحية كما تعرف نفسك ويعرفك الناس ما أدري عن ثوبك إذا مسبل ولا لا ما دريش تدرس يقول ما دريش تدرس ما أعرف يعني خلفيتك العلمية حتى تعد نفسك من العلماء يعني لماذا لم تنقل على العلماء أن الصهينة والصهيونية هي عبارة عن فكر وليست تكفير وقد يكون الإنسان ملتحي وهو صهيوني إلى آخر كلامك الذي في الحقيقة لا يكاد يقبله عاقل الأمر الثاني مشهور علاقتك جدا مع النصراني الشيوعي حامل الجواز الإسرائيلي والجنسية الإسرائيلية وعضل كنيسة الصهيوني عزمي بشارة وتزوره مرارا وتكرارا وتصور معه وتمدح كلامه فهل عزمي بشارة صهيوني ولا مسلم عندك ولا سلفي ما أدري كيف يعني مع أن هذا عزمي بشارة هو من الداعين إلى الثورات في الدول العربية والإسلامية ومع ذلك تتردد عليه وتمدح كلامه وتصور معه صور التذكارية فكل ذلك مع أنه يحمل جنسية إسرائيلية ومطبع وصليبي ومفسد وتتردد عليه وتأخذ منه وأستاذك فيما يبدو لنا فهل تقول عزمي بشارة صهيوني ولهذا كثيرا في حقه ننتظر منك الجواز ثم يا أخ علي بن يوسف غلوم لك تغريدات قديمة وسبق أن انتقدتك عليها لكن ما سمعت منك جوابا وهو قولك في حكام الكويت أو أمير الكويت في زمن الشيخ الراحل صباح الأحمد رحمه الله تعالى تقول لكم الإمارة ولنا الحكم هذه تغريدتك في 12 أغسطس 12 ألفين تقول لكم الإمارة ولنا الحكم هل تبت إلى الله عز وجل من هذه الكلمة أو ما زاد في قلبك أو تنتظر الفرصة حتى تحقق هذه الأمنية فتجعل لآل الصباح الإمارة ولكم الحكم وقد سألتك وأعيد السؤال الآن في هذه المناسبة إذا كانت الإمارة لآل الصباح وتقول ولنا الحكم من أنتم من أنتم الذين لكم الحكم هل تقصد حزب الخوام مسلمين تقصد أسرتك الكريمة آل غلوم تقصد من بالضبط فهمنا لا تقول الكلمة ثم لا تتراجع عنها ولا تعلن توبتك وتثبتها وتجعلها في قلبك وتسعى لتحقيقها في الفرصة المناسبة ثم تصف غيرك بالصهينة والصهيوني والصهيوني ملتحي فهل هذا الكلام يقبله شرع أو عرف هل أهلك أو عائلتك آل غلوم الكرام يقبلون هذا الكلام من ابنهم أن يقول لأمير الكويت لكم الإمارة ولنا الحكم ننتظر الجواب منك وعسى أن يكون قريبا أما الأخ عادل العازمي فسبقا غرد تغريدة وذكر فيها واصفا إياي بحاخامنا ثم ظهر أنه يعني يكثر عليه الناس الأقربون فيقول في تغريدة جديدة ذكرت في تغريدة سابقة بأن حاخامنا لا يفتر من الطعن في المقاومة بغزة ومن يناصرهم فإني قد مسحتها وأستغفر الله وأتوب إليه من هذا الوصف وجل من لا يخطئ سبحانه اتصل بي أخ عزيز وكريم وصديق قديم الشيخ فعان ابن سرول درمان حفظ الله تعالى وقال لو تشكر الأخ عادل على هذا التراجع تنقصت معه الخفيف وهو يعز علي قلت لكن الرجل لم يقل فيه تغريدة أنه يعتذر إلي الرجل يقول يستغفر الله أسأل الله أن يغفر له لكن حق الشخصي ما قال بعد ما كفرني بقول حاخامنا ما اعتذر إلي كما أنه له تغريدات أخرى وصف النبي أو الصاف أيضا سيئة فحسبي الله ونعم الوكيل فالأخ عادل عنده إطلاقات عجيبة غريبة يعني كان ينبغى يتقر الله عز وجل فبما أنه استغفر الله وتابع إليه فياليت أيضا يمسح ويستغفر الله عز وجل عن تغريدات سابقة كقوله إن هذا البطل أطهر من ملل الكفر مجتمع بما فيهم صهاينة العرب ووضع السورة أبي عبيدة المتلثم أعيد تغريداته يقول إن حذاء هذا البطل أطهر من ملل الكفر مجتمع بما فيهم صهاينة العرب فيا ليت يبين لنا من المقصود بصهاينة العرب ألقى الخمس ست سبع أسماء من صهاينة العرب ويقول في تغريطة أخرى استشهاد ثلاثة من أبناء أسماعي الهنية كانوا مع الشعب ولم يكونوا في الفنادق كما يروجوا بعض صهاينة العرب لم يخرجوا من شمال غزة حتى اصطفاهم الله للشهادة هنيئا لهم هذا الاصطفاء طبعا هذا فيه تقول على الله عز بي أن الله اصطفاهم وأنهم شهداء على قل قل نرجو لهم الشهادة أو نحسبهم ثم للعلم يعني أبناء أسماعي الهنية خرجوا معه إلى قطر ولكن هؤلاء الذي بقى هناك مع زوجته السابقة يعني بقوا مع والدتهم أما أبناء الذي عنده فهم معه في قطر كما صرح بذلك بعض فلسطينيين له تغريد أيضا يقول أخ عاد العازمي يقول كتاب القسام ترتكب مزرة في حق المركافة وجنود الصهاينة الفيدو صادم صهاينة العرب الذين انتظروا القضاء على حماس من صهاينة العرب تتوب إلى الله أو أنت مصر على ما أنت عليه فإن كنت مصرا فاذكر لنا من هم صهاينة العرب اذكر لنا كم اسم ويقول الأخ عاد العازمي خطابات المجاهد البطل أبو عبيدة تقطر شجاعة وعزة وكرامة لذا كتفهم جيدا عدم تقبل صهاينة العرب لها فهذا الأخ عادل يا شيخ فيحان بن سرول الجرمان حبيضك الله هذه تصريحاته وهذا تسميته لمن لا نعلم من يقصدهم ولا يتجرى أن يقول أقصد فلانا وفلان باسمه لكن مشهور بأن هؤلاء يقصدون حكام الخليج ويلقبونهم بصهاينة العرب كما أنهم يقصدون بعض المشايخ وبعض طلبة العلم فهذه الكلمة أرجو من الله تبارك وتعالى من الشيخ فيحان أن يتوجه إلى الأخ عادل العازمي ولو بتغريدة أو اتصال ويدعوه إلى أن يتوب الله عز وجل من هذه الكلمات كما حذف تلك التغريدة أن يحذف باقي التغريدات وأن يعتذر ممن أخطأ في حقهم فإن لم يعتذر فالحساب يوم الحساب أسأل الله عز وجل أن ينصفني وإياه إن كنت قد ظلمته فإحان عند الله اللقاء وإن كان ظلمني فعند الله اللقاء فعسبي الله ونعم الوكيل وأنا دعوته وما زلت أدعوه إلى أن أبين له التجاوزات المالية قل تعال وأحضر وأريك بعينك التجاوز المالية التي حدثت عند بعضكم لكن لم يحضر ولم يتواصل معي وإنما اتهمني بالكذب وقال كذا وكذا كما هو في يعني منشوره الذي نشره لبيان أني أكذب عليهم وأفتري عليهم فأبى أن يأتي لبيان البينات الواضحات التي تدل على بعض التجاوزات أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة وصلى الله وسلم ومبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجمعين